تعتبر دولة الإمارة العربية المتحدة واحدة من أكثر الأماكن المميزة وهي واحدة من الأماكن القليلة جدا التي تتملكها الحكومة بشكل كامل في العالم اندماج الترائي مع مجتمع محافظ بشكل عالي خلق جو مميز وفريد يأتي الناس من كافة أنحاء العالم من جنوب آسيا على وجه خاص للعمل في دبي كونها توفر وظائف متعددة برواثيب مجزية وقد أدى هذا الأمر إلى إحصاءات منحرفة بشكل واضح برقم من كون عدد السكان في الإمارات العربية المتحدة يبلغ الملايين إلا أن عدد السكان الأصليين لا يتجاوز سوى جزء صغير من العدد الكلي وتود الإمارات ابقاء الوضع على هذا الحال ولا يتم منح أي شخص الجنسية الإماراتية بالتالي جميع الأشخاص الذين يخدون سنوات عديدة في العمل هناك يضطرون لرحيل في نهاية المطار وهناك حقائق عن الإمارات العربية المتحدة تجعلها على القمة في العديد من الأمور يضطر الأشخاص القاتنون على قمم ناطحات السحاب الانتظار دقيقتين إضافيتين قبل إنهاء إصيامهم خلال رمضان لأن الشمس تكون مشرقة لمدة أطول تتواجد ربع رافعات البناء التشغيلية من المزموع الكلي في العالم في مدينة دبي تمتلك أبو ظبي أغلبية مباني كرايسلر الموجودة في مدينة منهاط الأمريكية على الرغم من أن البصمة البيئية في الإمارات تقع في المرتبة الثالثة لكنها مضعومة بشكل كلي من الوقود وتعتبر مؤيدا ناشطا لسد الإنبعاثات والطاقة الشمسية في دبي يمكن العطر على أجهزة الصراف الآدي التي يمكن أن تمنحك سبيك تذهب تتواجد في دبي جزيرة تطفو على سطح الماء على مقاتل يابسة باهدة الثمن ومشهورة من صنع أي ذي البشر يشكل العرب ما يقارب 13% فقط من عدد سكان الإمارة العربية المتحدة ويشكل الوافدون من جنوب آسيا الغالبية العظمى يشكل المجموع الكلي ما يقارب 9 ملايين نسمة 1.4 مليون منهم فقط مواطنون أصليون ويشكل البقية عملة وافدة من آسيا على الأغلب التي نقدموا ليجمعوا ثروتهم هذا يعني أن 90% من عدد سكان الإمارات هم مغتربين مدينة المصدر من أحد المدن المعمارية التي تعتمد بشكل كلي على الطاقة الشمسية بعد تدمير مدينة ميوسري وجبل من قبل الإعصار منحات الإمارات العربية المتحدة كل طالب جهاز كمبيوتر متنقل إذا رغبت في شروع الكحول في الإمارات فعليك الحصول على رخصة ترك العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تسديد أقصاتهم والذين أرغموا على ترك المدينة سيارتهم في مدينة دبي خصوصا في المطار بعد الأزمة الاقتصادية في عام 2008 في عام 1956 قرر المهندس المعماري فرانك لوريد راي بناء ناصحة سحاب يبلغ ارتفاعها ميلا فوق سطح الأرض تم رفض الفكرة لكن برج خليفة أطول مبنى في العالم تم بنائه اعتمادا على تثميم فرانك ويمتض طوله نصف ميل فوق سطح الأرض تعتبر جزيرة النخلة وحدة من أكبر الجزر في العالم التي تم صعها من يد البشر لا يوجد أي أنهار في كافة مدن الإمارات العربية المتحدة اعتمادا على موسعات الجنس يعتبر دبي مول من أكبر مولات العالم بالنسبة إلى مساحته الممتدة يتواجد في دبي منتزهم للتزلج على الجليد شكرا لكم على المشاهدة